في الأزمات طريق دهر البيدر الدولية المهددة بالإقفال ليست أول طريق تنهار والحلول حتى الآن ترقيعية هذا المشهد التقطته كاميرا الـ LBCI في اليوم الأول من تحويل سير الشاحنات الكبيرة من دهر البيدر إلى ترشيش بعد انهيار حائط الدعم على الطريق الدولية طريق ترشيش ليست بحال أفضل من دهر البيدر فهي ضيقة وتقع ضمن منحدرات وتحويل السير إليها حل ترقيعي وكما حصل مع السائق محمد مئات الشاحنات باتت مجبرة على سلوك طريق تستغرق وقتا أطول طريق مش أمن أبدا طريق دايقة وأكيد هلأ يمكن عبتفوتي بضيعة أنت في سكان عبتعاني من قصة ضجيجي الكاميونات من بيروت لضهر البيدر لشتورة ساعة ونصبت منها نعبيه ثلاث ساعات ونص في فارق ما زود ثلاث تنكات العمل لتحسين طريق ترشيش بدأ في وقت يحتاج أطوسترات ظهر البيدر لسيانة موسعة قد تستغرق وقتا طويلا وأموالا أكثر عم نشيل أطريب اللي منزلها وعم نحط بديلة صخور نرجع نفلش تفنوه على وجهه ونصبه بطون نرجع نعمل أناية أزمة طريق ظهر البيدر هذا الأطوسترات الدولي الذي يشكل شريانا حيويا يصل الساحل بالبقاع ولبنان بسوريا وعبرها بالدول العربية والخليجية تجعلنا نتساءل عن سبب انهيار جزء من حائته واضح أنه طريق ظهر البيدر بحاجة لصيانة من عشر سنوات تعرفي أنت اللي بيصندوا الطريق يمكن من أيام من خمسين ستين سنة هذي التصويني لحجر الصخر هيدا المنطقة حسب الاستشارية من عشرات السنوات مقبالة وهيدا الخريطة مقبالة في جبل الماء اللي هو فلوخ هيدا بالشتي بتعمل يا نبيع بفعل المنحدر تنزل على الأستراد أو على الطريق الدولي ظهر البيدر ولم تتم معالجة هذه الأمور بالسيب فتخيلوا أن طريقا تصل لبنان بالعالم العربي لا أحد اهتم بصيانتها هي التي بنيت منذ الانتداب الفرنسي تذكرها مجلس الوزراء عام 2018 وعلى الرغم من ذلك لم ترمم بسبب الأزمة ليبقى الحل اليوم قبل كل شيء بالتمويل بال2018 عمل دراسي على طريق ظهر البيدر من الحازمية لشتور 2019 أقر في مجلس الوزراء هيدا الموضوع وصرف لوزارة الأشغال العامة وأنها لأعتماد كمرحلة أولى والتكلفة كانت لطريق ظهر البيدر تأهيل وصيانة 20 مليون دولار ومن 2019 بعدين بنعرف شو اللي صار ما عاد حدا اشتغل طريق ظهر البيدر حكما بدكم فيه مشاكل نحن اللي بدنا إياه للإسترادات الدولية 248 مليون دولار سألتيني سؤال عن الصيان الدوري للطلقات بدأ 111 مليون يعني بدك 350 مليون دولار بموازنة الـ 24 لا تقدر تأمن لحد الأجنى من السليم المروري الأربعاء ستدرس الموازنة وقد تقر في الأيام المقبلة وإذا لم تأمنوا الأموال المطلوبة لترميم الطرقات قد يصبح مشهد طريق ظهر البيدر شبيها بالطريق الدولية التي انهارت ولم ترمم كطريق شكة في الشمال وطريق الزهراني في الجنوب ترجمة نانسي قنقر